يوم الخميس خميس اللي فات مع كل اجهزة الرقابية التموين والرقابة الادارية والحماية المستهلك وكل ورئيس الوزراء عايز يقول له حضراتكم اللي انا عرفته يوم الخميس رئيس الوزراء مش عايز يقول لكم عمليه في الاجتماع ده قعد رئيس الوزراء يتكلم مع الاجهزة الرقابية ومع الناس اللي قعدة والتموين كانوا حاضرين وغيرهم كانوا حاضرين مش عايزة أقول رئيس الوزراء كان بيقول إيه مش عايزة أقول لكن كل مواطن يعرف رئيس الوزراء وأنا بقولك كده كان يعني مش عارف كان نقص يعمل إيه يوم الخمس اللي فات على عشان المواطن هو رئيس الوزراء بيتكلم كده وبيعمل عشان المواطن تاني المواطن قدام كده سيد رئيس والدولة وكل مؤسساتها وأجزتها شغل عشان حضرتك تم مصادرة 900 طن كام 900 طن من أحد مصانع 900 طن سكر من أحد مصانع التعبئة بأحدى المحافظات هم إحنا عندنا هاية الرقابة لدري إحنا عندنا ثلاث محافظات تقريبا أو أربعة نتكلم على القاهرة الجيزة المينيا ممكن يكون فيه محافظة وقعت مني اللي حصل فيه من حكاية دي التفاصيل دي قد يكون فيه محافظات أخرى أو محافظة أو اتنين كمان ولكن تم مصرر في حتة واحدة بس في مصنع واحد 900 طن سكر 900 طن دول مخصصة من الدولة لأنها بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب كمان وخمس أطنان تانية والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لخمسة طن كمان يعني عندك 900 أزم من السعر الدولة بحد ده وخمسة طن كمان مش حطين عليهم أسعار أو التلاعب في السعر بتاعهم عدم طبع الأسعار بتاعته خمسة طن منتكلم طبعا وتم كمان هيطة الرقابة الإدارية إنه بعض أصحاب المطاحن في محافظة تانية باعوا كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي آه والله هو لسه في ناس بتعمل كده هو لسه في ناس فكرة إنه البلد سايبة هو لسه في ناس إنه يعمل كل ده وإنه يبقى بعيد عن إنه هيتساب وإنه كمان درجة إنه الرقابة آه جاء النقل وكمان والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطئ مع بعض المسؤولين بمدرية التومين المختصة هل ده معقول؟ هل ده معقول يا جماعة؟ الأمر الآخر لما حضرتك كمان النيابة العامة عاملة النهاردة بيان كمان مهم النيابة قالت لك إنه آه في إطار ما تبذله أجيس الدولة من جهود للتصدي لجراء بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء إيه بقى اللي حصل؟ أسفرت الجهود عن ضبط خمسمائة وتسعين طن سكر واربع وخمسين طن زيت وثمانتاشر طن رز موسيقى